هنا بداية هي مش بداية من نين احنا هي بداية من كل جمهور النادي الاهلي اللي قدم الاسبوع اللي فات رسالة للاعب تدل ان جمهور النادي الاهلي قادر على الفرس يمكن لما تيجي تقف عند اسم وليد سليمان هتقف للحظات كده وتفكر مش ابدا عشان انت مش لقي كلام لأ ده عشان في وليد سليمان هتقول ايه ولا ايه ولا ايه هتقول وليد سليمان الطفل اللي كان لابس تيشرت النادي الاهلي وده حلمه من البداية هو شايف نفسه هنا هو شايف نفسه ان ده المكان اللي هو بيحلم به هتقول وليد سليمان اللي السنوات بعدته عن النادي الاهلي وظل النادي الاهلي حلمه اللي بيقاتل عليه يدخل مستشفى يتعب ينهار نفسيا عشان خاطر نفسه يروح النادي الاهلي وفي يوم من الايام بيتحقق حلمه وليد سليمان بيتواجد داخل النادي الأهلي ومن يوم ما تواجد وليد سليمان وقصة مختلفة وليد سليمان اللاعب اللي عمره على مدار تواجده مساوة من نادي الأهلي في مرة وليد سليمان اللاعب اللي في قصته مع النادي الأهلي طول الوقت هو بجد من المخلصين طول الوقت وليد سليمان مش قصته ألقاب بس لأنه وليد سليمان حقق ألقاب وكتير جدا حقق ألقاب إنما وليد سليمان قصته فكرة وانتماء ورسالة طول الوقت وليد سليمان رسالة وليد سليمان اللي في وقت من الأوقات كان مع مارتنيول خارج التشكيلة الرئيسية بل في أحد المرات كان خارج التأسيمة تماما مارتنيول قال له أنت عندي رقم 3 في مركزك وأنا مش محتاجك في الوقت ده كان بيعمل إيه وليد سليمان؟ كان بيدي درس للجميع كل مرة موجود في التدريب بيقاتل عشان تمر الأيام ويجيبوا مارتنيول قدام اللاعبين بالكامل ويعتذر لوليد سليمان وقول له أنت قائد وانت لاعب فعلا محترف وليد سليمان اللي مع جريده كان مساهم في لقطة عظيمة جدا في لقطة الكنفدرالية وجريده بيظل يذكر أنه من أفضل اللاعبين اللي دربهم في مسيرته كارتيرون و2018 وتلاقي وليد سليمان عشر أهداف بيساهم فيهم وبنخسر المباراة في النهائي وكان نفسي نتوج بالبطولة دي لأن وليد سليمان كان يستحق في وقت كان شايل فيه النادي لأهل حرفية قصة مش كده وبس يمكن كتير جدا تقول أنه طبيعي مسيرتهم كانت مع الأهل عظيمة بس لازم تسأل نفسك سؤال هم تعرضوا للحظة اختبار أيوا ده السؤال اتحطوا في موقف تقدر تميز بيه أن الانتماء ده فعلا فضلوا على حاجات كتير قوي فيه ناس في ظلمة فاكرين أن انتماءهم حقيقي ولما جل اختبار سأطوا سقوط مروع إنما وليد سليمان لا وليد سليمان في الوقت اللي حواليك ناس كتير بيعوا وخرجوا من نادي الأهلي كان بيحاول استخدامه البعض أنه يضرب النادي الأهلي في مقتل بخروج وليد سليمان ولكن أبا وليد سليمان إلا أنه هو لازم يكون موجود داخل النادي الأهلي كل دي رسائل إداها وليد سليمان ولقطات لا يمكن ننساها بس الرسالة الأهم إنك لما تكون منتمي وتزرع انتمائك بجد هتلاقي جمهور النادي الأهلي بتحصد منه كل المحبة فكل المحبة لوليد سليمان اللي نتمنى نشوفه في النادي الأهلي في أي مكان يليق بإمكانياته وهي متنوعة لأن اللي زي وليد سليمان هو اللي تأمن مستقبل الأهلي وهو في إدهم لأن لو ما أمنتش على مستقبل الأهلي مع المخلصين هتأمن عليه مع مين وليس سليمان اللي اختار الاختيار الأصح ليه الاختيار الأصح؟ لأن كل واحد بيختار تبعا لرغباته تبعا لميوله تبعا لانتماءه تبعا لأهدافه من الحياة وليس سليمان اللي طلع إن قال أنا مش أهدافي على فلوس سهل جدا تصنع فلوس لكن الصعب جدا تصنع تاريخ ويا له من تاريخ يا وليد تاريخ خل جماهير الناد الأهلي الساعة 4 ونص في وقت في الحر شهر أغسطس مباراة أو دوري انتهى بالنسبة للناد الأهلي إكلينيكيا فأسوأ ترتيب ليه من حوالي 38 سنة مركز ثالث جماهير الناد الأهلي في حالة من فقدان الشغف للمباريات الأخيرة للناد الأهلي بتلعب بمجموعة من الشباب ومتعامة بمجموعة من العائدين من الإصابة ولكن جماهير الناد الأهلي بتاخد الرسالة دي خلونا الرسالة دي وتقول لوليد سليمان أعهدناك رجلا هي دي النقطة المهمة جدا أنت كان بس فقط لغير اللي بتقدمه للناد الأهلي هو الانتماء شيء عظيم جدا أن أنت تكون شخص منتمي وتكون لعب بدرجة مشجع لكن وليد سليمان ما بدأش أو ما توقفش عند ده لا ده دي كانت البداية ده الأساس اللي وليد سليمان بنى عليه تاريخه كلاب قرة قدم عشان كده قدر وليد سليمان يصنع تاريخ من المجد مع الناد الأهلي وظل دائما وسيظل في قلب عاشق للناد الأهلي في كل جماهير الناد الأهلي عشق وليد سليمان وليد سليمان اللي بالنسبة لي فيه أهداف ما ينفعش تنساها أبدا أهدافه في مرمى الترجي في 2012 وبيحسم لك بطولة كانت من أهم بل أهم بطولة أفريقية من وجهة نظري عند جماهير الناد الأهلي لأنها كانت بطولة مخلصين فوليد سليمان يكون هو عنوان الإخلاص ويسجل الهدف اللي هو بيحسم البطولة تماما وبيبعدنا بعيد بالبطولة لأن مباراة الزهاب كانت تعادل واحد واحد وليد سليمان لما تيجي تشوف أسسته وأفضل أسستة عمل في مباراة القمة هتلاقي وليد سليمان بيصارع السلية على أفضل أسستة في مباراة 4-2 لما لعب الأسستة اللي عطير بكعب رجليل محمد أبو تريكا في مباراة 4-2 في دوري أبطال أفريقيا فوليد سليمان مش بس انتماء عشان فيه ناس كتير بتستند على أنها انتماء ثم بتقدمش شيء وبتعتمد على أنها الانتماء ثم بتقدمش شيء أنا ضحيت من أجل النادي الأهلي اللعب للنادي الأهلي مش تضحية اللعب للنادي الأهلي بالتأكيد شرف أوه ممكن تضحي بعض المقابل المادي ولكن بتاخد أصاده عش جماهير النادي الأهلي عشان كده جماهير النادي الأهلي كانت في الموعد كانت متواجدة في موسم صعب بتقول لوليد سليمان شكرا انت في القلب انت اللعب اللي احنا بنسعى أو من أجله ان احنا محتاجين تكون متواجد داخل النادي الأهلي انت اللاعب اللي ضربت مثال في وقت ناس كتير خادت الطيار المختلف عشان كده تكريم وليد سليمان هو مش تكريم لشخص وليد سليمان أنا أتمنى وده أنا واصل فيه تماما من مجلس إدارة النادي الأهلي انه هضع وليد سليمان في المكان التي يستحقاه ويكون أحد كوادر النادي الأهلي لأن وليد سليمان جاء في توقيت بيقول ان الانتماء لسه موجود لما كل الناس طلعت حوالين منك تتكلم وطول هو ده الاحتراف ودي طبيعة الاحتراف ولو عايز اللعب ده حط له الرقم ده أو حط له الرقم ده وما فيش حاجة اسمها فئات وما فيش حاجة اسمها فئة أولى وفئة تانية وفئة تالتة ده لعيب دولي ده لعيب لازم ياخد المقابل ده فكان وليد سليمان عكس الطيار تماما بيقول لأ لسه الانتماء موجود وموجود مع كمان الرصيد اللي صنعته كلاعب كرة قدم عشان كده في وقت الأزمات لما كان بيصدر بعض الإشعاعات عن لعبين كبار بينتقلوا الأندية مقابل المال أو الطموح المالي كان جماهير النادي الأهلي حتى وهي بتهزر بتعتمد على أن طالما وليد سليمان موجود بتشيرت النادي الأهلي فما تقلقش على أي حد وليد سليمان بيعلق حزاؤه عشان يدينا لحظة خوف وقلق لأن وليد سليمان آخر آخر جيل العظماء في النادي الأهلي أتمنى في النادي الأهلي اللي ما بيقفش على أي لعب ياخدوا لعيبة النادي الأهلي وليد سليمان قضوة عشان يجي في وقت من الأوقات وقت اللعب ده ما يعلق حزاؤه تكون جماهير النادي الأهلي متعلقة به شكرا وليد سليمان من القلب شكرا ان انت جيت في توقيت صعب جدا قلت ان الانتماء سيظل دائما موجود وان الاختيار الاصح سيظل دائما النادي الاهلي كان جمهور النادي الاهلي عظيم لما قال اللي باع واللي خان عندنا الحاوي وليد سليمان وشتان ما بين الاتنين وليد سليمان مسيرة عظيمة فعلا 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 قال لحاجة قدم نهاله ان احنا نقول الكلام ده في حقه لانه هو يستحق ولكن كمان من كلامنا ده هنروح لحتة مهمة جدا فكرة ابناء النادي الاهلي ويا جماعة وليد سليمان اللي الجمهور بيعمل كده في دوري خلص ومحسوم وانتهى وبيروح وعارف ان النجم مش موجود في الملعب على فكرة دي المفارقة كمان ويروح بالشكل ده ويحاول يوثق اللحظة دي وواليد سليمان ده مش ابن من ابناء النادي الاهلي لا طبعا وده الفكرة النادي الاهلي يا جماعة مش ويرس يعني النادي الاهلي ليس ميراث بيكون ابناءه فلان وفلان وفلان هي حكايتك مع النادي الاهلي قصة طول الوقت هي شيء بتقدمه وشيء بتاخد في مقابله هي دي قصتك مع النادي الاهلي هو النادي الاهلي مشتركة بتتقاسمها الناس خالص النادي الاهلي عطاء وكم من اللاعبين ألاف جم لعبوا في ناشئين النادي الأهلي ورحلوا هل هم يجوا دلوقتي يقولوا أصلحنا أبناء النادي الأهلي لا ابن النادي الأهلي هو من قدم للنادي الأهلي أيا كان ولو ثانية ولو ديئة وفي المقابل جمهور النادي الأهلي بيمنحوا طول مع علاقته مع النادي الأهلي بالشكل ده ده الشيء اللي تكلم عنه كابتن رضا شحاتة في لقاء مع كابتن أحمد شبير تعالوا نسمع قالوا إيه لأنه هو بيجسد كل اللي احنا قلناه على مدار الإنترو